فيلمنا بيبدأ في حمام سباحة كبير وبيعلق المدير ورق إعلان إن الحمام هيتقفل لفترة طويلة خلال الأجازة وبيكون في بنت اسمها بري بتحط خاتم خطوبتها في شندتها عشان تكمل تابرين السباحة وبتيجي جون أختها بعد لما رجعت من مصاحة علاج إدمان المخدرات وبتنضم لأختها في حمام السباحة وبيكون فيها عاملة نظافة اسمها كلارا بتسرق فلوس من غرفة الأمانات ولكن المدير بيمسكها وبتكون دي تالت مرة يمسكها ويبتعمل حاجة زي كده فبيقولها المدير إنها مرفوضة وإنها تنظف حمام السباحة قبل ما تمشي عشان يحسيبها وبيجي وقت قفل حمام السباحة وبيخلي المدير الناس تمشي وبتيجي بريد جمع حاجاتها عشان تتحرك ولكنها بتلاقي إن الخاتم الخطوبة مش موجود وبتاخد جون أبلها إن الخاتم في بلاعة فقه حمام السباحة فبتختص بري عشان تجيبه بس بيكون الخاتم محشور ومش عارفة تطلعه وبتنزل أختها تساعدها بس ما بيقاش في فايدة وبيبص المدير على حمام السباحة لو حد لسه موجود وما بيشوفش حد وده لإن الأختين غطسين ومش بينين فبيروح المدير للوحة التحكم وبيقفل غطى حمام السباحة وبتاخد البنتين بالهم وبيحاولوا إنهم يلحاوا يطلعوا بسرعة لكن بيتقفل عليهم وبيبتدي البنتين يحاولوا إنهم يكسروا الغطى بس بيكون مصنوع من فايبر زجاجي قوي وبتزعجونة وبتقول إنهم ما كانوش المفروض يخطروا بحياتهم عشان مجرد خاتم وبتقولها بري إنها عايزة تجيبه عشان تتباهها قدام أختها إنها مخطوبة وبيلون فيه خرم صغير مش بيسمع حتى لإيدهم إنها تعدي منه وساعتها بتقول جونة لأختها إنها غيرانة من حياة بري وهي عمالها بتتعالج في مصاحها وقد إيها حياة بري مثالية وهتتجوز قريب فبتستنتج بري إن أختها هي اللي رمت الخاتم في المسبح وبتتخاني مع أختها وبتنزل تجيب الخاتم وبتعرف إنها تطلعه وبعدها بيتفق الأختين إنهم بيبطلوا خناق مع بعض ويحاولوا يطلبوا المساعدة وبتيجي بري تحاول إنها تشيل غطى لبلع الحديد عشان تكسر الغطى بيها بس بيكون تقيل جدا وصعب إنه يطلع وبيعد الوقت وبيجي آخر اليوم وبيتقفل النور في المسبح وبيفضل موبايل بري يرين لساعات وبيكون ديفيد خاطبها بس الموبايل بيكون في الشنطة عشان كياه ما بتردش وبتترق جونة عليه إنه بيتسل كل ده بدل ما يدور عليهم وبتقول إنه عمرها ما كانت بتسق فيه وبتتخاني الأختين بسببه تاني بس بيجي لبري سوضاع رهيب وبتقول لأختها إنها عندها مرض السكر من 3 سنين وفضلت من الخباية ده على عاليتها وإنها لو ما خدتش حقنة الأنسولين اللي في الشنطة هتقع في غيبوبة سكر وبعدها بيعرفوا هما الاثنين إنهم يوسعوا الخرم اللي في الغطى بقطعة بلاستيك لقوها وبتسأل جونة أختها عن سبب بعدها عن العيلة فتقول لها بري إن أبوها كان مختصب وعلى طول سكران ومدمن وإنها ولعت في البيت ومات أبوها في الحريق وفاجأة بيسمى وصود حد بيفتح الباب وبتطلع عندها كلارة وبتاخد بالها من البنتين المحبوسين وبتاخد بالها من إن الكاميرات المرهبة شغالة فبتروح تقفلها وبتروح تسرق شنطة بري وبتاخد الموبايل والفلوس وبطاقة الاقتمان وبيكون الأختين فاكرينها تساعدهم لحد ما كلارة بتسألهم عن الرقم السري للبطاقة فبيستغربوا من السؤال وبيسألوها هي بتعمل إيه فبتقولهم كلارة على مواضيعها في السجن وإن عندها أطفال وعليها فواتير وديون ومش قادر عليهم وبتقفل دفيات المياة اللي في المسبح لما بيرضوش يقولولها عن رقم السري فبتديها بري الرقم السري مقابل إنها تنقذهم ولكن كلارة بتمشي وبتقولهم إنها ترجع بعد لما تسحب الفلوس من مكانة الصراف الآلي وبيبقى البنتين ما قدامهمش حال تاني غرونومي يستنوا رجوعه كلارة وبتسوق حالة بري بسبب برط المياة بعد لما اتدفعت قفلت وبتنزل جونة تحاول إنها تشيل غطى البلاعة في القاع بس بتفشل وبتطلع جونة لسطح المياة وبتلوم نفسها إنها جبانة وملهاش لازمة وبيحضن الأختين بعض عشان يتدفوا بحرارة جسمهم من البرد وبيفضلوا بيتين في حمام السباحة طول الليل وبيجي الصبح وبتظهر كلارة وبتترع على الأختين واللي هما فيه وبتحاول جونة إنها تمسك نفسها عشان ما تتعصبش عليها عشان تسعيدهم وبتقولها جونة إنها تجيب حقنة الأنسولين من شنطة بري ولكن كلارة بتكون متضايقة لأنها لقيت كل اللي في البطاقة 80 دولار بس وبتهددهم إنها تسيبهم يموتوا عشان غباءهم وإنهم حاولوا يتحكوا عليها وبعد شوية بتقرر جونة إنها تعاقب كلارة على اللي بتعمله معاهم وإنها مش بتسعيدهم فبتمثل إنها بتعيط وبتطلب من كلارة إنها تقرب من الخرم اللي على غطى المسبح فبتوطي كلارة بودانها على الخرم عشان تسمع جونة عايزة تقول إيه وفجأة بتطعن شونة كلارة في ودانها بقطعة البلاستيك وبتسرخ كلارة من الوجع وبتروح تشوف المريع الجرح وبتنظفه وبتوقف النزيف وعشان تنتهم بتشغل كلارة منظف المسبح الآلي وبيكون البنتين بيتخنقوا ومش عارفين يتنفسوا بسبب الكولور بتاع التنظيف وبيفضلوا يسرخوا ويندهوا على كلارة عشان تسعيدهم فبتاخد كلارة بالها من خطورة الموقف وبتقفل المنظف الآلي بعد دقايق وبعدها بتروح لهم وبتقولهم إنها ما عنداش حاجة تخسرها ومش خايفة على نفسها وبتكون عايزة تعقبهم بسبب اللي عملوا معها ويتخليهم يدفعوا تمن غلطتهم فبتخليهم يدوها خاتم الخطوبة الألماظ وبتدهولها بري عشان بتكون تابت من اللي بيحصل وبتاخد كلارة الخاتم وبتمشي من المسبح وبتسيبهم وبتكون جون عمالة عيض بسبب إن كل اللي بيحصل ده بسببها بس أختها بتسمحها عن اللي عملته وبتهديها وبعد ساعات بتبدأ بري في إنها تشوفها الواسة وبتلاقي إن غطى المسبح بيتفتح أخيرا وبيوصل ديفيد خطبها وبينقذها ولكن أختها بتكون مش موجودة معها وبتختفي في حمام السباحة فبتفوق بري من اللي هي فيه ولكنها بتلاقي أختها مسكة قطعة البلاستيك الحادة وعايزة تنتحر وتقتل نفسها بيها من رقابتها بس بري بتمنعها وبتهديها وبتقولها إنها تكون مؤمنة من إنهم هيخرجوا من هنا أحياء مع بعض وبتكون كلارة بتجرب ختم خطوبة بري وبيتصل ديفيد على موبايل بري اللي كلارة سرقاها وبتفتح كلارة البريد الصوتي وبتعرف إن ديفيد هيتصل على الشرطة عشان بري ما رواحدش البيت كل ده فبتخاف كلارة إنها تحبس تاني في السجن وبتروح للمسبح وهناك بتتكلم مع البنتين وبتخليهم يوعدوها إنهم مش هيبلغوا عن اللي كلارة عملته معهم لأي حد وإلى هتسيبهم محبوسين وبيوافق البنتين طبعا على العرض وبيحضونوا بعض من الفارحة وبتقرر كلارة إنها تروح بتفتح الغطع عشان الأختين يخرجوا أخيرا من حمام السباحة وبتروح لغرفة التحكم ولكنها بتلاقي إن رمز الحماية اللي هي عرفات غير فبتتعصتها بكلارة وبتروح لبنتين وبتقولهم إنها زئت من اللي بيحصل ومش عارفة تتصرف وبتمشي كلارة وبتسيب البنتين لوحدهم محبوسين وبيعد الوقت وبتكون تاني ليلة لهم في المسبح وبتبدأ بري تروح في غيبوبة السكر فبتحاول جونت إنها تفوأ أختها وبتقولها بري إن ساعة الحادثة لما قتلت أبوها خليته ما يهربش من الحريق وفضلت تقول إنها قتلت الوحش وبتنزل جونت جرب إنها ترفع غطى البلاعة تاني من القاع وبعد كذا محاولة وفشلها بتاخد المنشافة من أختها وبتربطها في البلاعة وأخيرا بتعرف تشيل غطى البلاعة وبتطلع لسطح المية لأختها ولكنها بتلاقيها فقدة للوعي وبتغرق في المية فبتعملها جونت تنفس اصطناعي وبتنجح في إنها تخلي أختها تتنفس وتفوق تاني وبتستخدم جونت قوتها وبتشيل غطى البلاعة وبتخبط بيها على الغطى وبتكسره من خلال الخرم وبتفضل جونت وسع الفتحة بعد لما تكسرت بإيدها وبتتعور في إيدها جامد من الإزاز وأخيرا بتشيل جونت اختها وبتطلعه من حمام السباحة وبتدي جونت بري جرأة الأنسلين بالحقنة وبتبقى خايفة من إن أختها ممكن تموت وفجأة بتظهر كلارا وبيبقى معها مسدس وبتوجه الجونت وبتهددهم بقتلهم عشان لو فضلوا عايشين هيبلغوا عنها ويخالوها تتحبس ولكن كلارا بتنزل المسدس وبترجع لهم الخاتم الألماظ وبتبقى حاسها بالزنب بسبب اللي بتعملوا وبتتصل جونة بالشرطة والإسعاف عشان يلحقوهم وينقذوا بري وبتخلي جونة كلارا تهرب عشان ما يتقبطش عليها وبعدها بتفوق بري على سرر الإسعاف وبتديها جونة الخاتم وبيحضن الأختين بعض وبيعيطوا من الفرحة وإنهم نجوا من موقف زي ده بأعجوبة وبيشيل المسعفين بريب السرير عشان يودوها للمستشفى الفيديو ده كتبوا كريم أشرف وسجلوا محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود مجدي وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سليم